بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغرب سيخسر معركته ضد الإسلام وضد تركيا وضد أردغان هذا العنوان المهم يكتب تحته إبراهيم كراجول الصحفي التركيا الشهير والذي يتحدث بلسان حال الدولة التركية يقول معركة الغرب ضد الإسلام خلال الألفية الأخيرة هي معركة ضد الأتراك وغضب الغرب أصله الخوف تحالف الشعب يتكلم عن التحالف السياسي الذي يجمع طيف سياسي تركي معارض للحكومة التركية وللرئيس أردغان هو يد المخطط الإماراتي الإسرائيلي داخل تركيا فالهدف واحد إن الغرب ينتقم من تركيا لصالح مشاعر الكراهية والعداء التي يحملها للإسلام كما يوجه مشاعر الانتقام تجاه الرئيس أردغان نحو تركيا والإسلام إنهم يبنون مخططات إيقاف تركيا على مخططات إسقاط أردغان أي أن إسقاط أردغان وإيقاف تركيا هدف واحد إذا كنا قد انتصرنا على السوفيت فسننتصر على الإسلام هذه مقولة الغرب الغرب أرادوا أن يستبدلوا بعد الاتحاد السوفيتي ما سقط أرادوا أن يستبدلوه بعدو جديد فكان الإسلام هو هدفهم الأول لأنكم خائفون لقد بدأت الحرب على الإسلام عقب انهيار الاتحاد السوفيتي فهذه الحرب مخطط اليمين المتطرف في أمريكا وإسرائيل حيث حولوها إلى عقيدة عالمية وروجوا لها تحت شعار مكافحة الإرهاب فاحتلوا الدول وأشعلوا فتيل الحروب الأهلية وقتلوا مئات الآلاف من البشر بواسطة التنظيمات الإرهابية والهجمات المباشرة وحينها كرسوا لهذه الحرب قدرات زعماء أوروبا والقادة السياسيين في أمريكا ووسائل الإعلام والطيارات المثقفة في الدول الغربية ولقد كانوا يقولون يمكننا السيطرة على الإسلام الصاعد كما دمرنا الاتحاد السوفيتي لقد قدم حكام وأنظمة الدول الإسلامية الدعم الكبير للغاية للغرب في هذه الحرب لقد كانوا في الواقع يحاربون ضد شعوبهم لأنهم كانوا يخشونها عن انهيار الغرب وصعود الشرق في هذا القرب الذي سيغير كل شيء يتحدث إبراهيم كراجول فيقول إن هؤلاء الحكام كانوا يستدعون الجيوش الغربية إلى بلادهم ليستطيعوا السيطرة على شعوبهم ذلك أن الغرب أقام هذه الأنظمة عقب الحرب العالمية الأولى كما رسم ملامح المنطقة للتحكم بها والسيطرة على الشعوب الإسلامية والآن يبدو أنهم أسندوا المهمة هذه المرة إلى أوروبا بعدما خسرت أمريكا مكانتها الدولية وتراجعت في صراعها مع القوى الصاعدة وفقدت سمتها كدولة مركزية أحادية وبدأت تركز على المشاكل التي نشبت وستنشب داخلها لقد كان الإسلام يسير نحو الصعود ليشكل موجة سياسية مدهشة فأخذ يعمق هذه الموجة وينضجها ويحولها إلى وعي سياسي بمرور الوقت معركة الغرب ضد الإسلام خلال الألفية الأخيرة هي معركة ضد الأتراك لقد كانت أوروبا تمثل الحدود مع العالم الإسلامي وتركيا وما تزال أحكام العقل الباطن القائمة بين أوروبا والإسلام والتي يرجع تاريخها إلى مئات السنين حاضرة إلى اليوم فأقدموا على تفعيلها مجددا ذلك أن أوروبا كانت بحاجة للقوة لذلك استعادت أوروبا تلك الموجة العدائية التي يرجع تاريخها لقرون خلت لتصفيت حساباتها مع المسلمين ومن أجل تحويل العنصرية وطيار اليمين المتطرف لديها إلى قوة سياسية إن معركة الغرب ضد الإسلام خلال الألفية الأخيرة هي معركة ضد الأتراك فالغرب يحارب الشعب التركي منذ الحروب الصليبية ودمار جيوش أوروبا داخل الأناضول ووصول الجيوش العثمانية إلى قلب أوروبا فهكذا كانت الذكرة والذاكرة الموجة الأولى تدمير العالم العربي بداية الموجة الثانية إنها موجة الانهيار الأخيرة إن الحرب على الإسلام التي خطط لها اليمين المتطرف في أمريكا وإسرائيل دمرت الدول العربية والجماعات وسحقت مطالب الشعوب وزادت من قوة الأنظمة ولقد احتلت الأراضي العربية منذ حرب الخليج عام 91 ومزقت ونهبت فكانت هذه الموجة الأولى والآن بدأوا تنفيذ الموجة الثانية ولقد خططوا لمشروع السلام العربي الإسرائيلي بقيادة سعودية إماراتية وتعاون مصر خليجي ليكون بمثابة بداية الانهيار الكبير الأخير بالنسبة للعالم العربي فكما دمروا الدول بعدما أطلقوا الموجة الأولى تحت شعار مكافحة الإرهاب فإنهم بدأوا الترويج للموجة الثانية تحت شعار التطبيع مع إسرائيل ليستهدفوا قلب العالم العربي فهذه الموجة ستكون أقوى وأعتى من سابقتها دمرت العالم العربي لكن أيقظت تركيا ولقد دمرت حرب الغرب على الإسلام الدول العربية بانتشارها في الحزام الإسلامي الأوسط في حين أنها أيقظت تركيا وأعادت إليها وعيها وبينما كانت المنطقة تنهار تحولت أنقرة إلى مركز صعود وقوة جديد لأن تركيا هي أفضل دولة تستطيع قراءة روح الغرب وقراءة عقله الواعي والباطن وحساباته وأهدافه وذاكرته وجوانب ضعفه ولأن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تملك كل الخبرات اللازمة لتصفية الحسابات مع الغرب ولأنها كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت أن نهوض بالمنطقة بعد كل موج الدمار كبرى لأن تركيا كانت هي الحصن الأخير الذي لم يكن يجب أن يهدم وقد كانت لديه كل المقومات التي تحافظ على صموده وما كان يحتاج إلا إلى تحريك هذه المقومات التي كانت كافية لتدمير الحصار الذهني بالداخل ومنع الأولوية للجينات السياسية لو استيقظ الحصن الأخير ستستيقظ المنطقة ولو تقدمت تركيا سيخسرون لقد كانت تركيا دائما هي هدفهم الرئيس لأنهم كانوا يعلمون هذه الحقيقة فاستهدفوها بالإرهاب لعشرات السنين وحاولوا تدميرها من الداخل بالانقلابات العسكرية وسعوا لوضعها قيض السيطرة من خلال طيارات التأثير العربية كانت تركيا هي الدولة التي أقام الجبهات على حدودها الجنوبية والشرقية والغربية وما كانوا ليبسطوا نفوذهم على المنطقة لو عجزوا عن إيقاف تركيا فلو صعدت تركيا سيخسرون ولو تقدمت لتراجعوا للوراء ولو قويت لضائفوا في المنطقة وهو ما حدث لقد أنشأت تركيا قوة صامدة وسط نظراتهم المندهشة ورغم كل الهجمات التي تعرضت لها فهدمت كل الجبهات المقامة حولها وأقامت جبهاتها في مناطق أعمق وشكلت حلقة تحالفاتها لمواجهة تحالفهم الإقليمي الغرب في حالة غضب وهو في الحقيقة في حالة خوف إن هذا هو سبب غضب الغرب على أردغان وتركيا والإسلام والمسلمين لكنه في الواقع خوف دفين تركيا ترتقي بوجود أردغان وبوجود تركيا يرتقي العالم الإسلامي ولو عجزوا عن السيطرة على تركيا لما سيطروا على المنطقة ولو خرجت المنطقة عن سيطرتهم لانهارة الإمبريالية والنظام الاستعماري الذي يواصل الغرب حكم العالم به منذ قرون لهذا فإن الحرب ضد أردغان وتركيا والعالم الإسلامي مخطط واحد أما المرحلة الأخرى من هذا المشروع هو الشراكة العربية الإسرائيلية ومحاولات حصار تركيا من كل الجوانب أما فرنسا وألمانيا فإنهم تخوضان أكثر الهجمات بدائية حيث تهاجم فرنسا الإسلام صراحة فتنشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على مبانيها الحكومية وتضعها في الكتب الدراسية فتتبع أكثر طرق الهجوم بدائية كما تهاجم أردغان وتركيا وتظن أنها تحمي أوروبا وتستفز المسلمين من مواطنها أما الحكومة الألمانية فتداهم الجوامع وتستهدف أردغان أما تحالف الشعب فهو يد المخطط الإمارات الإسرائيلي داخل تركيا فالهدف واحد العجيب في الأمر أنهم كما وضعوا مخططا من خلال أنظمة السعودية والإمارات ومصر أقاموا جبهة داخل تركيا فالكيان الذي شكلوه تحت مسمى تحالف الشعب رسموا ملامحه لهذا الغرض تماما إنهم يهاجمون أردغان بكل ما أوتوا من قوة محاولين إيقاف تركيا إنهم لا يخاطبون الغرب بأي شيء سوى ببعض العبارات الخجولة لكن حرب الغرب على الإسلام ستضعهم في خانة وأنهم سيواجهون نماذج سيئة تسلبهم قدراتهم حتى على الكلام أما هجوم ماكرون الثالث فسينتهي بهزيمة فادحة إن تركيا تبني كيانا قويا للغاية بفضل طفرة عقلية كبرى وإن كل الهجمات التي تأتيها من الغرب ستزيد قوة هذا الكيان وقوة تركيا في المنطقة يخسر الرئيس الفرنسي ماكرون في أفريقيا في مواجهة تركيا والآن فقد أشعل فتيل حربا أكثر قذارة حيث ينتقم بالهجوم على الإسلام لكن هذا الهجوم الثالث الأكثر خطورة سينتهي بهزيمة أكبر وربما يكون بداية نهاية السياسة مخطط إيقاف تركيا سيكون أكبر صدمة في هذا القرن لقد بدأ الغرب يتجه نحو خوض معارك سيخسرها لا محالة فأصبح ذهنه وعقله الباطن يضع له في خاخا أكثر خطورة فسيخسر الحرب على الإسلام وعلى تركيا وعلى أردغان فالغرب ما يزال يتحرك بأفكار الحرب العالمية الأولى وما بعدها غير أن العالم يعيش ربما أكبر تغيير في القرون الخمسة الماضية ولقد انتهت السيطرة الدولية التي ظن الناس أنها باقية للأبد وتفرق عقد التحالف القوي ذلك الذي كان يظن أنه لا يمكن مقاومته فلن يطأطئ العالم بعد اليوم رأسه أمام النظام الدولي الأحادي الذي وضعه الغرب لقد انتهى هذا النظام ولن يفتح هذا الدفتر مجددا فالغرب يمهد الطريق أمام نهاية غروره إن مخطط إقاف تركيا سيضع الغرب أمام أكبر صدمة في القرن الحادي والعشرين ذلك أن التاريخ وخريطة القوى قد تغيرت ولن يستطيع أي هجوم إقاف تركيا بعد اليوم نتمنى ذلك من كل قلوبنا أن ينصر الله تركيا وأن ينصر الشعوب العربية والإسلامية متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر